السلام عليكم من أجمل و أحلى الوصفات مني باتي الأفران الدقيي خفيف و يطلع معيك و هش و طعم و ريحة في منتهى الجميل صدقوني أطعم و أحلم أن تشتروه من الأفران أتمنى أنكم تكملوا الفيديو للآخر و تعالوا مع بعض كده بسرعة نشوف الطريقة في البداية كده نزلت معيك و هنا كباية من المياه الفترة لأننا كمان في فاصل الصيف لو في الشتاء بننزل بمياه دافية عندي هنا ربع كباية من السكر و وزنها هنا خمسين جرام و بيطلع طعم و بيكون مصبوط كمان بنزل هنا بمعلقة ما تكونش مليانة كده من الخميرة و وزنها تمانية جرام بنزل عليهم كمان بمعلقتين من الزيت و الزيت هنا هيديكو هشاشة حلوة جدا للبداية و وزنهم هنا عشرين جرام كمان المحسن اللي ما تستغنيش عنه في مخبوزات كلها هي معلقة الخل دي معلقة السحر للمخبوزات تديكي خفية كده و تراوح حلوة جدا للمخبوزات كمان اللي هيدينا بقى طراوة و نكهة و لون مميز هي بيضة صغيرة هتديكي نتيجة ممتازة جدا للبداية بنقلب المقادير مع بعض كده كويس جدا و بنزل عليهم هنا بنص كيلو من الدقيق المنخول كويس جدا و هضيف كمان هنا ربع معلقة من الملح و كمان عندي هنا نص معلقة من البيكين بودر طبعا البيكين بودر بيعتبر برضو من المحسنات اللي بتديكي نتيجة ممتازة جدا في المخبوزات هقلب المقادير كده مع بعض كويس جدا من غير ما ضيف ميا خالص ألم العجينة بتاعتي بالسوال اللي احنا طفناه و معنا نص كوبية من المياه بنزود بيها بقى العجينة بتاعتي هنا كل ما تحتاج بالشكل دوت كده دي لانا مستخدمين نهارته هو دقيق متعدد الاستخدامات حتى لو النوع دي بتاعك ملوش عرق انت بالطريقة دي بتربيه له عرق كويس جدا وبتاخدي نتيجة ممتازة كمان بعد الخبز انا نزلت بالعجينة بتاعتي كده على الرخيمة و ابتديت بقى ان انا اعجينها على الرخيمة باضافة المياه بالتدريق طبعا عشان انت ما تتعبيش اكتر من العجل تقدر تعجنيها شوي وتسيبيها كده دقيقتين تلاتة وترجع تعجنيها العجينة كده بتنعم معاك بسرعة و كمان ما بتبزليش مجهود كبير فيها زي ما انتو شايفين انا بعجل العجينة بتاعتي كل ما تحتاج مني بنزل عندي هنا بمعلقة كده معلقة من المياه فبالتالي بتتخدم معاكو العجينة كويس جدا بتربوه الحعرق كويس جدا فبالتالي بتاخدي نتيجة ممتازة بعد الخبز العجن مش ان احنا نعجل العجينة خلاص احنا كده عجلناها لأ نمشي بخطوات مصبوطة في العجينة صدقوني بتاخدوا مخبوزات ما شاء الله عليها اطعم واحلى من المخبوزات بتاعت الافران وبتاخدوا نتيجة الافران بالظبط كله بيحب ان هو يطلع حاجاته زي المخبز بالظبط فطرية العجن بتبقى مهمة جدا عشان تاخدي نتيجة ممتازة للمخبوزات خلتها عجينة طرية بالظبط كده زي ما انتو شايفين خدت مية بالظبط هنا 260 ملي من المية يعني كبية وربع كده من المية طبعا اضافة المية بتبقى على حسب نوع الدي اي اضافت لها كمان هنا معلقة كبيرة كده من الزبدة او السمدة او تقدر تعجنيه بالزيد طبعا المخبز بيعجنه بالزيد بس ولكن انا بقى طعمته اكتر بان احنا نضيف معلقة زبدة او معلقة سمدة على حسب المتوافر عندي طبعا الزبدة او السمدة هتخلي لك العجنة بتاعتك فصلت ولكن استمر بالعجن مضفيش خالص دقيق وهتبقى عجنة ممتازة زي ما انتو شايفة كده عجنة نعمة طرية معاك طبعا اضافة الزبدة او السمدة ما بتخليكش تحس ان العجنة بتلزق كده في اليد ولكن ملمس العجنة معاك بيكون عجنة طرية عشان تغدي مخبزات تكون خفيفة كده وحشة بعد الخبز جمعت العجنة بالشكل دوت كده بقى هجيب بقى البولة بتاعتي فيها زيد وابتدي احط العجنة بتاعتي بقى هنا واسبها تخمر كده عندي في مكان دي فيه طبعا احنا في فصل الصيف مش هتقعد معانا وقت طويل حوالي كده من ساعة لتلزق ساعة هتلاقي طبعا العجنة بتاعتك ما شاء الله عليها خمرت يعني العجنة بتبع على حسب المكان اللي موجودة فيه على حسب الوقت ما تاخد معاك العجنة بتاعتي هنا بعد ما خمرت زي ما انتو شايفين ما شاء الله عليها طحف جدا قدقي طرية وملمسها حلو قوي كده واسفينجي وانتو بتنزلوها كده من البولة هنزل كده بيها على الرخيمة وسيطة كده من الزيت وهبدأ اننا هقسم العجنة بتاعتي الأربع قطع متسويين بقدر الامكان بالشكل دوت كده هشكل بقى الكور بتاعتي كده وقفلها طبعا كويس جدا وحاولي كده وانتو بتشكلي العجنة متضيعيش كمان خمر العجنة قوي عشان كمان متواجدش معاك وقت طويل وانتو بتريحي كمان العجنة ونقفل طبعا النهيات كده بتاعتي العجنة بتاعتي كويس قوي بالشكل دوت كده وبغطيهم بقى عندي كده بكيس او بستريتش ريب اسيبهم بس يريحوا لمدة 3 دقايق العجنة ترتاح فيها كده من بعد التشكيل اللي عملناه عشان كمان تقدر يتفرديها بكل سهولة كده وانت بتفرديها فبالتالي هتبقى متعبة ليك جدا فاتسي بيها كده تريح 3 دقايق وبعد كده بناخد اول واحدة كده ونبدأ هنا نفردها طبعا انا دهن الرخيمة بتاعتي بحاجة بسيطة كده من الزيت ما قطرش فيه كمان عشان خاطر معاك البطيب بتاعك لما تيجي تقفليه تقفل معاك كمان بكل سهولة صدقيني هي العجنة طرية مش محتاجة منك لمر دانا ولا اي حاجة خالص تقدر تفرديها بيدك لان العجنة طرية وهتتفرد معاك بكل سهولة انا فردتها كده بشكل مستطيل بالشكل دوت كده طبعا لا تفرديها رؤية قوي ولا سميكة او تخليها كده مصبوطة وعشان اسهل الامر عليها حطيت الجبنة بتاعتي كده في كيسي وبتديت بقى ان انا اضيفها كده في العجنة بتاعتي اسهل اكتر كمان هنا الجبنة الاستنبولي انا بحب ان انا اضيف عليها معلقتين كده فيتا بيدوها طراوة لان الجبنة الاستنبولي لما بتخش الفرن بتفقد السوال بتاعتها فبتحجر معاك فبيبقى طعمها مش حلو فانت تطلع معلقتين كده فيتا هتبقى معاك بممتازة جدا جبت بقى الزبدة بتاعتي دي معلقة كده من الزبدة وبتديت ان انا اوزحها بالشكل دوت كده بالفرشة حاجة بسيطة كده بتحطيها بس حاول انت بقى لما تيجي توزع الزبدة ما تجيبيش على اطراف كده العجنة على اطراف العجنة عشان لما تيجي تقفلها تتقفل معاك بكل سولة وتبتقي هيدا تبرومي كده الرول بتاعك مع ان انت تضغط عليه كويس قوي عشان تخرجي منه ال الهواء وفي نفس الوقت تطلع معاك كده البرمة بتاعتي في مصبوطه ما يطلعش البطيب بتاعك كمان يفرغ من جوه ويبقى معاك حاجة ممتازة تبروميها كده كويس انا طبعا العجنة دي هعملها على جزئين هبتدي كده ان انا اقسمها بالشكل دوت كده في النهايات الرول بتاعي طبعا كويس جدا عشان ما يتفتحش كمان منك اثناء الخمرة او اثناء السوى ويطلع معاك الشكل بتاعي كمان يكون كمان مصبوط والجزء التاني برضو انا ضفت عليه الجبنة وهبدأ برضو ان انا ابرومي كويس جدا معا انا هنا اضغط على البرمة كويس قوي عشان اطلع منها فراغات الهواء ويطلع معايا البطيب قطعم واحلب كتير من احنا نجيبه من الافران كمان هنا تقدروا تستبدال كوباية اللبا كوباية الميا بكوباية من اللبن لو حبين ولكن لا تضيف ميا لان الميا هتخللكو كمان العجنة طرية بتديكو طبعا كمان للمخبوزات بتاعتكو وتقدرت عملوه بالميا زي ما انا عاملاه كده والله ابتاخدو نتيجة ممتازة برامطوم كويس وقفلت البرمة بتاعتهم ابتديت بقى ان انا قسمه حوالي كده اربع سوابع كده وابتديت ان انا قسمه كويس جدا وزي ما انتو شايفين البطيب معايا هنا في طبقات من جوا دي من معلقة الزبدة هتديكو التفريغة الحلوة ليه وهتديكو طعم مميز جدا للبطيب احطوا عندي كده في صاج يكون مدهون بزيت خفيف ماء طبعا يخمر انا على ما خلصت الكمية بتاعتي كان اول صاج لول صاج الكبير ده اه معي والصاج الصغير ده كان اخر صاج انا عملتهم كده اه حوالي اربع سجون هنا كده اه سخنت الفريغة الحرارة كده من تين وعشة وخليته يسخن كويس قبلها كده بعشر دقيق وابتديت ان انا لما عندي البطيب هنا باضافة هنا ربع كباية من اللبن مع بيدة صغيرة كده معلقة من الزيت وكمان اه رشة بصة كده من قهوة سريعة الزبن بلمع طبعا البطيب معايا كده كويس قوي وانت بتحطيه في الصاج برضو تحاولي كده تسيبي مسافة ما بين كل واحدة وواحدة عشان ياخد معاك يليون مصبوط وما يلتصقشه كده في بعضه ويطلع معاكي اه مصبوط كمان دفطوله هنا السمسم وتقدروا هنا تضيفه حبة البركة هدخله بقى انا الفرن بتاعي كده اه مصبك التسخين على متين وعشرة نقدر نسويه في فرن البتجاز بنشغله على درجة حرارة كده متين وعشرة لو الشوية بتشتغل مع الفرن شغاليها على الهادي ما بتشتغلش يبقى نشغل الفرن واندخل الصوج بتاعنا في الرف اللي في الاوسط معا ان احنا ندوره من واحدة تاني اول ما ياخد ارضية لون ده بيشغالي على طول الشوية هيقعد معاكي حوالي من 12 دقيقة في الفرن ويطلع معاكي زي ما انت شايف كده البتجاز بتاعك هيطلع ما شاء الله عليه ممتاز طعم وريحة في منتهى الجمال وانتي بتسويه كده صدقوني الريحة بتاعت البتجاز وانتو بتساوها ممتاز بجد هطلع معاكي كده سفنجي بصي حاجة خفيفة كده في ايديك مش مكتوم خالص هدي ايه لحاجينة ممتازة لما عجلناها مع بعض واخدين كمان نتيجة ممتازة للبتج لحاجينة مفهاش فراغات كتيرة مصبوطة المسام بتاعتها كمان هنا مصبوطة وقطنية وقديها يطلع معاكي طري تعملوه بقى في الرحلات التخديم على الفطار مع عشا مع كوباية لبن كده او شاي بلبن هيطلع معاكي الطعم ممتاز جدا اتمنى منوكو تجربوه واتمنى كمان منوكو اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اصيركو كل جديد من مطبخ مري مستنون في فصفات تانية كتير واتمنى تجربوه البتيحة ايه بمقادير وغير مكلفة خالص وهيطلع معاكو طعم واحلى من المخابس بكتير جدا جدا